بعد حالة الركود التي شهدتها أسواق محافظة الطفيلة خلال الفترة الماضية بدأت الأسواق التجارية تشهد حركة شرائية نشطة استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد تشهد الأسواق التجارية في محافظة الطفيلة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك فيما استعدت المحلات التجارية والأسواق الشعبية لهذه المناسبة بعد حالة من الركود الشديد شهدتها أسواق المحافظة خلال الأشهر الماضية نشتري للعيد أغراض العيد وطبعا أسعار طبعا بمتناول أي دل جميع جاي على السوق أتسوى وأشتري أغراض للولاد وهي شوفت عينها كفيتين على المحل للقطع لنشتري للولاد المواطنون اعتادوا في كل عام وتحديدا خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل على شراء حاجاتهم من الملابس والحلويات استعدادا لعيد الفطر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة آراء المواطنين في الطفيلة تجاه أسعار حاجات العيد تباينت بعضهم أشار إلى ارتفاع ملموس فيها وخاصة الملابس نتيجة الإقبال الشديد عليها فيما أكد غيرهم أن الأسعار مناسبة وفي متناول يد الجميع أنا شايفي الأسعار إن شاء الله مناسبة طبعا كل واحد حسب طاقته يجد كل شيء سعره فيه بعض الأشياء يقدر يشتريها يعني كل أي مواطن يقدر يشتري لأولاده وفرحهم بالعيد بقدر مناسب حسب دخله وحسب وضعه فيه ارتفاع شوي في أسعار الملابس والألعاب اللي ما بناسب اللي هو الناس طالع من رمضان وفي نصف شهر تقريبا نصف شهر الرواتب فلذلك شوي الحال المادي نازلي مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك تختلط مشاعر المواطنين بين الفرحة بقدوم العيد مع ما ينغس عليهم من أعباء وتكاليف شراء احتياجاته اللازمة متأملين تحسن الأوضاع الاقتصادية والواقع المعيشي في المحافظة ولسان حالهم يقول عيد بأية حال عدت يا عيد مع الزوالي عيد للعيد اشتركوا في القناة